فيما شيع حزب الله يوم الجمعة عنصرا من عناصره سقط في سوريا فهو لم يستطع في المقابل إخفاء الضربة الجديدة التي تعرض لها وهذه المرة في مدينة البعث السورية في القنيترا فحزب الله الذي لم ينفي وقوع عدد من قتله هناك أبدى تكتبا شديدا على حجم خسرته مكتفيا بالإشارة إلى سقوط عدد من عناصره وفي هذه المعلومات المقتضبة دليلا على النزف البشري المتواصل لحزب الله في سوريا الآن بعد أن كان يدعي أنه مقاومة أصبح الشعب السوري يقاوم الاحتلال الذي يكون به لحساب إيران حزب الله في سوريا هذا مؤسف جدا نحن نأمل أن يكون في ذلك بعض الاتعاز ولكن لا يبدو أن حزب الله مستعد للاتعاز مما جرى ومما يجري وفي لبنان يبدو تيار المستقبل قناعة راسخة بأن حزب الله الملتصق بإيران والمنفذ لأوامرها ماض في معركه بالداخل السوري من جهة وبضرب الاستقرار اللبناني من جهة ثانية خدمة لمصالحه الخاصة ولا مرة حط المصالح اللبنانية والعربية أولا ثانيا كل ما زادت الضغوط على لبنان وكل ما أصبح الوضع اللبناني أكان اقتصادياً أغيراً اقتصادياً صعب كما كان حزب الله يعتبر ذلك هو لمصلحته وعلى وقع خسائر حزب الله في الداخل السوري يستمر الحصار المالي ضده حيث أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي المضية بتطبيق العقوبات المالية الأمريكية تجاه الحزب متخطياً كل الضغوط والعراقيل حرب استنزاف طويلة ماض فيها حزب الله في الداخل السوري حرب يدفع الحزب ثمنها حصاراً عربياً وعقوبات دولية مرسى الكرم الإخبارية بيروت